حكاية اخرى وهي تخص رمضان صبحي النهاردة بيرامينز طلع بيان بخصوص رمضان صبحي ومتدائق شوية من التصريحات اللي بتطلع بخصوص النتائج العينة وتفاصيل القضية واثناء جلسة الاستماع بيرامينز متدائق يعني وانا هنا واقف عنده نقطة مهمة جدا انا عايز اقول لي نادي بيرامينز واقول لي رمضان صبحي كلنا معاكم عشان بس في جملة بتتقالي اللي هو ايه لو دلعب اهلي او زمالك كان الوضع اختلف لأ واحدة واحدة لما اقول لك كلنا معاكم معاكم بقلبنا نقول يا رب من جوه جوه القلب يا رب رمضان صبحي يقدم ما يثبت ما يثبت تبرئته من هذه القضايا ما نحبش ابدا يا رب رمضان صبحي يتعاقب بعقوبة كبيرة واقاف ربما يؤثر على مستقبله في كرة القدم وده لكل جمهيري الكرة في مصر تحب بقى رمضان ما تحبش رمضان بتشجع رمضان ما تشجعش رمضان ده مستقبل بني آدم مش مستقبل لا مستقبل بني آدم فانت لو انسان سوي عمرك ما هتبقى فرحان ان رمضان عنده مشكلة كبيرة زي دي بس في نفس الوقت في نفس الوقت العدالة تاخد مجره يعني لو رمضان مزنب فخلاص هزعل عليه جدا لما يتعاقب بس خلاص يعني لما بقولك احنا معاكم كبرامد او رمضان صبحي معاكم بقال اكلم عن نفسي معاكم جدا بس لو هو مزنب انا مش هقولك ايه ارجو من لجنة الاستماع ولجنة مكافحة المنشطات انهم يعفوا عن رمضان الصبح ما فهاش عفو بس بفاهم حرارة كمان بفاهم المشاهد يعني انها ما فهاش عفو لو اثبت مخالفة هيبقى عنده مشكلة اخر معلومة وصلت لي انه لجنة الاستماع الاولى اللي استمرت لعدد ساعات طويلة جدا كان فيها رمضان الصبحي ومحمي رمضان الصبحي وكان فيها شريف اكرامي استمرت لساعات طويلة ما تلعوش بالنتيجة منها وفي لجنة الاستماع تانية بعد لجنة الاستماع التانية لو لم يثبت رمضان الصبحي برقته في هذه الازمة سيعاقب بحسب اللقيحة بتاعتهم بتاعت مكافحة المنشطات من سنتين لاربعة من سنتين دي اللي واحدة عقوبة كبيرة أوي لاربعة اربعة دي الضايع مستقبل خلاص رسمي رسمي كل حاجة سنتين هقول نقول ان شاء الله يعني يلحق بس من سنتين لاربعة حاجة خود ان شاء الله بإذن الله يعرف يبرق نفسه ببساطة والله ما لقاش علاقة يا جماعة وانا بس اتمنى من مسؤولي بيرامدز يبقوا اكثر حنكة في هذا الامر بلاش تسويق الامر وكأنه عشان بيرامدز وعشان اللاعب مش بيلعب في الاهل أو الزمالك فالدنيا ما جاي عليه مستحيل يا جماعة مستحيل متحسباش كده ابدا يا سيدي اثبت العكس اثبت العكس وما لكش دعو بالجمهور وما لكش دعو بالإعلام وما لكش دعو بأي حد خلي ساعد رمضان انه يثبت العكس انه ما عندوش مشكلة بس مش كل حاجة وكأنها مرة أخرى مؤامرة وحكاية وكصة ان شاء الله يطلع ما عندوش مشكلة ويكون فيه مشكلة في الإجراءات في أي حاجة دي حكاية رمضان